ترددت أنباء حول خشية مواطنين يقطنون المنطقة المجاورة لسد البويضة في لواء الرمثة من فيضانه وتدفق المياه إلى منازلهم وذكرت الأنباء أن السد يعاني من تصدعات كبيرة وتلف في البوابات وارتفاع منسوب الطمي فيه نتيجة لعدم صيانته كاميرا رؤية زارت المنطقة وقابلت سكانها الذين نفوا ذلك وقالوا أن المياه المتضفقة من السد تتجه إلى سد الرمثة ولا تؤثر عليهم إلا أن تجربتهم السيئة معه تأتي بسبب غرق شبان فيه خلال الأعوام الماضية جعلتهم يشكون من حالة الأسلاك الشائكة المقطعة المحيطة به وعدم وجود حراسة عليه بالنسبة للسد يعني ما بأثرش علينا بالنسبة للشتوة مبارح يعني لأنه بروح له طريق يعني بروح الفيض من فوقي بروح على منطقة السد الرمثة يعني ومش يمثل عليناه بس إذا فيه تأثير بكون بالنسبة للسياج يعني الشيك لازم يكون فيه شيك السياج عليه ويكون فيه عليه حارس يعني صار فيه أكثر من حالة غرق يعني بالسد منطقة البواب اشتركوا في القناة